أميرة جديدة يحكم كورونا قبضته عليها في عرض البحر جراند برينسس سفينة راسية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية يخشى ركابها من تكرار مأساة دايامند برينسس ثالث بؤرة للفيروس في العالم قبالة شواطئ اليابان القصة هنا في مياه سان فرانسيسكو كما بدأت هناك 21 شخصا من أصل 3500 شخصوا بإصابتهم بالفيروس 19 منهم من طاقم السفينة وراكبان هم والجميع الآن باتوا سجناء طورنا خطة لجلب السفينة إلى ميناء غير تجاري سنفحص جميع الركاب ونؤكد حرصانا على عموم الأمريكيين وصحتهم السلطات الأمريكية تخشى من أن يكون حجم الخطر أكبر فقد غادر السفينة السياحية الشهر الماضي أولى ضحايا كورونا في البلاد وفي الأيام القليلة الماضية تكشف ما هو أخطر تسعة أشخاص آخرين مصابون بالفيروس كانوا على متن الرحلة ذاتها وبعض من بقي على جراند برينسس اليوم بحاجة ماسة لمغادرتها خضعت لأربع جلسات إشعاعية لعلاج السرطان واقترح الأطباء أن أخذ قصطا من الراحة لمدة أسبوعين لنكمل العلاج بعد ذلك لكن لا أظن أنني سأعود ولا تبدو الأمور كذلك بحسب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ستتخذ الولايات المتحدة ذات النهج الذي اتبعته اليابان محاصرة السفينة وإخضاعها للحجر الصحي وفحص جميع ركابها الذين أصيب منهم نحو 700 شخص بنهاية المطاف حنين الشولي العربية